السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام وأهلا بكم في حلقة ماضية تحدثنا عن أمر مهم في حياتنا وهو أننا نعيش في عالم كله مبني على الأسباب كله مبني على الأسباب يعني من يجتهد ينجح من يأخذ الدواء يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى وقلنا بأن بعض الناس لا يقيمون هذا الميزان حق القيام بل بعضهم مفرط فيه يعني لا يمارس الأسباب لا يشتغل ويريد أن يكون غنيا ولا يدرس ويريد أن ينجح بالله عليكم كيف يكون هذا وبالمقابل أناس يشتغلون وكذا فإذا وفقهم الله بدلا من أن ينسبوا الفضل إلى الله يقول أنا أنا الذي فعلت كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي ولم يقول هذا فضل الله عز وجل علي فالأمر بين إفراط وتفريط لكن عالمنا عالم الأسباب أيها الإخوة انظروا مثلا لما كان سيدنا أيوب مريضا و مرة انزعج من زوجته من أمر و كان ضعيفا من شدة المرض فحلف يمينا إن عافاه الله عز وجل أن يضربها مئة ضربة فلما عافاه الله عز وجل بعد أن دع الله عز وجل قال له الله خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس يعني لا تحنس بمعنى لا ترجع بيمينك لكن أقول خذ بيدك الضغث هو من أنواع النبات له سيقان عديدة فيضرب ضربة واحدة خفيفة لطيفة كأنه ضرب مئة ضربة سيدنا موسى عليه السلام استسقاه قومه أرادوا أن يشربوا عطشوا ما في ماء فسأل الله عز وجل أن يسقيهم لكنه لم يفجر لهم الماء هكذا أو يخرجه مباشرة بل قال لموسى اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فضرب سيدنا موسى الحجر بعصاه فخرج منها إثنى عشر عينا لأن أصباط بني إسرائيل كانوا إثنى عشر لكل فرع منهم نبع من ينابيع هذه المياه كذلك لما موسى عليه السلام وقف مع قومه أمام البحر و فرعون وراءهم و كاد أن يطبق عليهم و يقتلهم عن بكرة أبيهم و قال قومه لموسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين البحر من أمامه أو أحد الفرعي البحر الأحمر في أعلى من أمامه و من خلفه فرعون و بينهما بنوا إسرائيل و هم في حالة يكادون أن يختلوا و سيدنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين فقال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم و كان ممكن مباشرة أن يفلق له البحر دون أن يقول له اضرب بعصاك البحر لكنهم ممارسة الأسباب السيدة مريم عليه السلام يعني شاء الله عز وجل أن تحمل حملا طاهرا بسيدنا عيسى عليه السلام بالنفخة الإلهية التي نفخها جبريل عليه السلام كما قال الله على لسان جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فلما حملت به وهي نحن نعرف الحامل متعبة و تكاد أن تضع و مع ذلك لما احتاجت إلى الطعام قال لها الله و هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية يعني كل مننا لو كان رجلا أستطيع أن يهز نخلة من مننا يستطيع أن يهز نخلة مهما أوتي من قوة فكيف بامرأة ضعيفة وهي السيدة مريم و مع ذلك أمرها الله أن تمارس الأسباب و هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القيام بهذا الميزان حق القيام في حياتنا إنه تعالى سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر